شوف الفيسبوك ده فتح من إمتى مش من ألفين واربعة تقريباً كنت أنا من أوائل الناس اللي صح يبادري وعملوا وأكونت على الفيسبوك عشان نقعد مع صحابنا كده عارف نتكلم نحط صور عدايق كده الموضوع وسع جداً يا معلم من ساعتها بقال 12 سنة هو بمارس هويتي في دراسة أنواع الناس اللي موجودة على فيسبوك أول وأشهر وأكتر نوعات ليه على الفيسبوك هو الحصالة الجائعة اللي إيه الحصالة ليه؟ هو الحصالة الجائعة اسمه كده ده بقى مطارد اللايكات مريض الإعجاب جامع الأصدقاء هدف حياته بيتلخص في لما أكبر كم ممكن من اللايكات بأي طريقة تهمش بعمل بيهم إيه بسهوك اللايكاتي كده عزوة النوع ده في الغالب بيكون نرجسي جداً ومغرم بنفسه ومعتز بقراءه مستعد يبيع نفسه علشان لايك كلب اللايكات يعمل أي حاجة سيلفي بقى بوزبطة رأسة ركتة سخيفة أي شيء يفشي أسرار البيت يتكلم عن حب أبو المتزايد لما يعز الدين عادي مبدئياً كده ده اللي تلاقيه بيكتب بوست ومعمله هو لايك بنفسه يعني يكتب ويقوم في ساعاتها والمنطق البسيط بيقول إن بما إنه هو اللي كاتبه إذن فهو رأيه انت أكيد عجبك وإلا ما كنتش كتبته مع كل واحد عجبا دماغه بس برضو يعمل بص على البوست بتاعه يقول لك إن شاء الله العظيمة جدعة ده كلامه زي الفل آه يلا طبعاً رأيه ده ممكن يكون حاجة شبه الجو النهاردة حر شوية ده البوست ده اللي هو عمله أو ما أجمل الشتاء السكة اللي ما فيهاش أي معنى دي بس هو حس إنها طالعة من بقه زي العسر فيش فكرة بس هو عجب وأداؤه أنا لذيذ في النوع اللي بيحب يشاركنا كل تفاصيل حياته اليومية المسيرة على أساس إن إحنا هنهتم جداً بإننا نشوف صورة طبقة الفصولية اللي ضربوا على الغدا اللي مكتوب عليه من إيدين ست الكل يتفضلوا معايا هو متخيل إننا هنقعد على القهوة باللين نتكلم على خبر الفصولية ده نقعد كل باشو فيها الهرب يد معتزة حط الفصولية دي جننة أو هنتهبل على مدالية المفاتيح الفضل لأجمد أصحاب بجد جابوا هالو النهاردة إحنا مالنا حبيبي كل فصوليات تكبلهنا والشافة من سوكات نتفضل إيه يعني نتفضل نحملها على الجهاز مثلاً نفضل نتبعها؟ في واحد بيشاركوا نفس المرض تقريباً بس من سكة تانية بقى ده الغامد الغامد ده بيبقى عنده نفس الرغبة في لفة الأنظار وإصارة الاهتمام بس من منطقة الغموض الحزيني ده بيتغزع تعاطف ده تلاقي كاتب بوست يقول فيه قدر الله ومشاء فعل بس وسيبك ما يقولش إلا حصل أو إن لله وإن إليه يراجعون ما يقولش مين اللي مات فتلاقي طبعاً التعليقات كلها ايه في ايه يا محمد قلقتنا بقى قاعد مصف فورا تبص على الكومنتات فرحان كلا اهتمام الناس مهتم ناس بتحبني يرد أبداً ساعة ساعتين آخر اليوم بعدين يوم كاتب بقى بغموض برضي يقول الحمد الله على كل شيء فين وفين لما نفهم إنه رخصته تسحبت وهو ماشي في الشارع عادي هو بالطريقة دي تبسط خلاصة بكرة بقى يفكر في مصيبة جديدة على رواقة من أول النهار علشان يقرفنا بيها ده بقى تتعامل معاً ازاي؟ رد عليه رد أغمض من غموضه يعني لما تليه كاتب بش عارف ايه يا ساعة الرب وقول له دنيا فانية بس اهي ايامه بنقضيها الجو ده بواز له خطته انا ما عنديش مشكلة إنه ناس تكتب دعاء على الفيسبوك كل واحد حر بيه فاطفد يا سيدي اللهم احفظ ولادي يا رب اعمل لي الحاجات اللذيذة اللي انا الحلوة يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس انا ما عرفش ليه بندعي على الفيسبوك بس وماله الدعاء جميل لكن الزريب بقى ان فيه ناس بتدعي على الملأ والدكن في نفس الوقت يا رب عجل بالأمر اللي انا اتمنيته وانت عارفه او يا رب الموضوع اياه الله طب بما ان الموضوع مش مطروح للحوار المجتمعي بتشاركينا بيه ليه ليه يا رب هديهم يا رب فيه نوع بحبه قوي انا شخصياً فعلاً بيصير اهتمامي وبحسه يستحق الدراسة النوع اللي هو بيبقى حاجة بحاجة اللي هو تلاقيه مثلاً ايه اميرة بحيائي ملكة بأخلاقي جميلة بعفافي فولة بحاجاتي سعيدة بطلاقي ايه مسمية نفسها كده دول غالباً ما بيبقاش بيهم اي قراءة شخصية في اي حاجة بيكتفوا انهم يعملوا شير للبوستات الجهزة خش عندهم كده تفرج تلاقي صورة غروب الشمس اتنين مسكين ايدين بعض بعدها على طول او واحدة بتعايد في المطر تحس ان حاجة بحاجة ده اسمه حركي الاكاونت مش حقيقي واجه النشاط تاني من الباطن او غسيل اموال برضو نوع تاني قريب منه بس الرجال بتاعه بقى ده بيبقى النوع المضاف والمضاف اليه امير الاحلام اسير الظلام قليل الكلام قريب المدام كده ده شخص مش طبيعي لانه لو انسان طبيعي كان هيبقى اسمه وحمد كمال وخلاص غالباً ده بيبقى الاكاونت الداني انا بقى نفس اعرف لما جاميلة بعفافي بتقعد مع اسير الظلام بيقولوا ايه بتهيقلي ما بيتكلموش ازاي انا تقريباً بيطلع اصوات موج بحر مثلاً وهم عدين ششش مع بعض اسير اللي حاجة هيا تدي له موج بحر ويرد عليها بخارير امواج فاديها اه حتة صوت الظلام اعرف صوت الظلام جاميل اه وخارير العفاف ولما يخلفوا يخلفوا ايه ايه اللي يطلع من العلاقة دي اميرة بعفافي مثلاً او عارف بقى الستات اللي بتحطوا صورة جوزها وتكتب انا جوزي حبيبي اوه مع بعض ربنا يخلي لي يرزقه يسعده يبقى عنه ولاد الحرام دي مش بتموت في جوزها ولا سعيدة في حياتها ولا اي حاجة دي يا امه مش متطمناله يا امه مش متطمنال البنات قريبه اللي عنده على الفيسبوك فبتعمل ديفنس جوزي حبيبي اوه اه انا معاه هو بيحبني مع بعض اه يا ستي فيه ايه حط الصورة ليه ما تكنوا في البيت وترحمونا بعدها بقى تيجي الام المنباهرة دي بقى تهريك صور صور كتير الولدت ولد صورة السبوع صورة الرجل اللي ورمت من التطعيم صورة رجله اللي خفت الحمد لله بعد التطعيم فيديو اول مشي دول مشاكلهم مع الفيسبوك مختلفة تماماً مشاكل بتبقى أخطر بكتير لأن غالباً بيبقى لها علاقة مباشرة بخصوصيتك وكرمتك وأسرارك وحاجات كتير تانية يعني مثلاً تلاقي واحدة زملائتنا في الشغل اللي منزلها صورة لها معنا يعني في إفنت يعني في الشغل قاعدين مع مودرنا أو أستاذتنا أزميلنا حاجات كده فتلاقي مامتها تزوء الول برجلها كده وتقوم داخلها كتبالها تحت الصورة الأولانية في المجموعة دي مين دول يا مي؟ مي طبعاً تتكسف ما تردش طبعاً فتلاقي مامتها كتب على الصورة الثانية مي بسألك مين دول على الصورة الثالثة مي انت مش سامعيني وأنا بكلمك يا بنت انت خلاص من ساعتنا فردت شعرك بالكرياتين ومحدش عارف يكلمك طبعاً تاني يوم الصبح تلاقي استقالة مي على مكتب المدير أو مثلاً واحد صاحبي كتب لي حاجة أنا كتب لي حاجة بالانجليزي كلمني تلاقي ماما دخلاله وتقول له محمد اكتب بالعربي يا بابا علشان مش فاهم انت بتقول ايه ما هو بيكلمنا يا ماما مش حضرتك خالص على فكرة انت سايب أكاونتك لوحده وتعب نفسك وجايل حد عندنا يا ليه ماما انتش ركبك واجعكي ده غير طبعاً انها ممكن تلاقيها كتب رسالة مكان الستاتيس عادي عارف الحركة دي داخلها تبعت لي حاجة في الانبوكس لقيها حطتها في الشارع كده فانفح على جامع الدول تقول لي يا كتب كده انا عندي خالتك وفاء في فيصل سخن البامية وكل بوست عادي والناس بتهيس وتشير فيه نوع مهم جداً على الفيسبوك وكلنا عارفينه وبنعاني منه بس سكتن له يعني الاعتبارات زي ايه ده طول العشرة العيش والملح يعني ده اللي هو المثقف المحلل العميق ده اللي لقى نفسه في السوشيال ميديا بحسب كينونته مش كيانه برضه مش كيانه ولا شخصيته الكينونة دي بتبقى حتة جوه الكيان هو عرفها بدأ يطلعوا بقى بلا أزرق علينا احنا تنظير وفتي وتهديد وشتايم والدلع كله ده بقى اللي هارش الليلة احنا غلابة بالنسباله اوه شايفنا كده هو اللي فاهم الزتونة اللي بيفهمنا الدنيا فيها ايه هو اخر حاجة اراها كانت رواية من روايات عبير للجيب وما كملهاش علشان مالوش تقل على الاراية يعني ده له اراق سديدة في مواقف عديدة جداً يحب يدلوا بدلوه في كل صغيرة وكبيرة هتلاقي عنده 13 كلمة كده معينين يحبوهم استقدمهم في كل كلامه الشأن العام الموقف الراهن الصراع الدائر العبق الكائن الشجر الناشف ازنوق بقى اطلع منه بفكرة واحدة عليها القيمة مفيش في البليلة ده في اوقات الحرب بكون في احداث اخبار تلاقيه في العبق الكاهر طب اوقات السلمة بقى مفيش اخبار يعمل يبقى السوق فاضي وينام يعتل فشر ربعيات صراح جاهين اغاني الشيخ امام جومال كوبي بيست من رواياتنا جيب محفوظ بالذات اصداء السلة الذاتية عميق عميق وعندنا طبعاً سفير مصر الافتراضي وسفير مصر في اليابان بس افتراضي اللي عمال يحط صور اي حاجة من برا ويكتب شوف الناس اي حاجة بقى شوقت نعناها اخضر في النرويج ما يسقول لك ياه شوف الخضار يشقول لك ان احنا علش يالله ما قاعد في شبرة عادي مالو فيه طبعاً صاحب الاسئلة الوجودية قدت لي كاتب رايحة بينا على فين يا مصر اخرتها اي يا جدعان مثلا او الضحك ايه شوف الفلسفة اي دي بجد احلى سنين عمرنا كتبها كده هو الحب لعبة تاني يوم الصبح اكتبلك ولا الحب لعبة لا يكونش انا حاصاً غدير اقصاً كنت بايت بره فحادي لاقي حاجة ده اللي بيكتب عده في بياناته صحوجات الحياه صحو اما تفكر الحلوة بزيادة دي حаты صورة سومال خشاب ليا خايفة من الحسد اهرب! اهرب يا ابني! انفت بجلدك! ده كلام فارغ! لا صحيح! انا عرفك يا ابني بقالي يومين مثلا انا هو ومش عندي على الفيسبوك لا انا بعتلك قاد النهاردة الصبح فين ده معلم اول حاجة عندك هتلاقيه غالبة لا اول حاجة عندي ده اسم غريب جدا صعب يبقى انت اسمه وحش البلاتو انا وحش البلاتو! ده اسمي انت وحش البلاتو؟ اه ده الاكاونت صورة البروفايل لابو حافيزة انا ما نحططه عشان هو واكل شو انا لسه اه 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 انا صورتي كده طيب اجنور اشعرات لا تمام يا معلم خلاص يعني تسلم يديك يعني كم يوم كنا تظهر عندك ان شاء الله ربنا يكرمك حبيب نورت